حذر وزير العلام معمر الإيراني من المخاطر الكارثية لممارساته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الدولة والمجتمع وأمن واستقرار اليمن والإقليم والعالم وأوضح إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقوم بتلقين عناصرها المتخرجين مما تسميه دفع عسكرية وأمنية شعار الولاية لزعيمها عبد الملك الحوثي وإيران بدلا من القسم العسكري الذي يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب في انقلاب على مبادئ وقيم الثورة والجمهورية واستفزاز وتحدي لإرادة كل اليمنيين وأشار الإيران إلى مساعي نظام طهران وأداته ميليشيا الحوثي لبناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني وإحلالها كبديل للجيش الوطني والجهزة الأمنية وتنفذ سياسات إيران التخريبية في المنطقة بمعزل عن مصالح اليمنيين في السنساخ لنموذج ميليشيا حزب الله وألفت إلى أن المخططات الإيرانية الشيطانية تستهدف العبثة بهوية اليمن وسلخه عن محيطه العربي ونسفي قيم العيش المشترك بين اليمنيين وتحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية ومخلب قط لنشر سياسات الفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة وسيطرة على خطوط الملاحة وتهديد الأمن والسلم الدولي